موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمات الفوريكس المحترف دروس تعليمية عن سوق الفوريكس الحلقة الستون من برنامج تعليم الفوريكس استراتيجية MACD المتطورة العنوين واحد المقدمة اثنان استراتيجية MACD المتطورة ثلاثة نقطة الدخول إلى السوق أربعة الرموز القابلة للتداول خمسة مناطق الشراء والبيع المقدمة أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة الستين من برنامج تعليم الفوريكس حيث سوف نتناول خلالها موضوع استراتيجية مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة وتفاصيلها المذكورة أعلى كما سوف نقدم لكم بعض المعلومات المفيدة الأخرى على صلة بموضوع حلقاتنا قيد المناقشة استراتيجية MACD المتطورة استراتيجية مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة في نسختها المتطورة تعتبر ملائمة فقط لاستخدامها ضمن إطار أسواق range أي الأسواق ذات الاتجاه المحايد حيث يمكن أن ترسل إشارات خاطئة إذا تمت الاستعانة بها في الأسواق المتقلبة والتي من شأنها أن تتسبب في ضياع رأس المال مواصفات استراتيجية MACD المتطورة عبارة عن 25,41,21 نقطة الدخول إلى السوق استراتيجية MACD المتطورة يمكن أن تخلق إشارات التداول وذلك عندما يتمكن خط الإشارة من تخط حاجز القطبان باتجاه الأعلى أم الأسفل الرموز القابلة للتداول ينبغي القول بأن الرموز القابلة للتداول والتي يمكن أن تشملها هذه الاستراتيجية عبارة عن كافة الرموز التي تخلق القناة أثناء عمليات التداول في إطار أسواق range لسيما زوج اليورو الدولار الأمريكي وكذلك زوج الجنيه الاسترليني الدولار الأمريكي مناطق الشراء والبيع نود أن نشرح لكم هنا كيفية اكتشاف مناطق الشراء والبيع ضمن استراتيجية MACD المتطورة واحد مناطق الشراء يتسنى للمتداول أن يقوم بإصدار أوامر التداول المتعلقة بالشراء عندما يأتي خط الإشارة وكذلك القطبان تحت مستوى خط الصفر كما ينبغي أن يظهر خط الإشارة أسفل القطبان اثنان مناطق البيع يتسنى للمتداول أن يقوم بإصدار أوامر التداول المتعلقة بالبيع عندما يأتي خط الإشارة وكذلك القطبان فوق مستوى خط الصفر كما ينبغي أن يظهر خط الإشارة أعلى القطبان حد جني الأرباح يتسنى للمتداول أن يضع حد جني الأرباح بحيث تبدأ أسعاره من 22 نقطة على أن لا تتجاوز 63 نقطة وذلك بناء على تأكدات أخرى ونوعية الشموع اليابانية عند سعر الدخول إلى السوق حد إيقاف الخسائر يتسنى للمتداول أن يضع حد إيقاف الخسائر بحيث تأتي أسعاره وفقا لأحد الأساليب المختلفة التالية 1- يوضع حد إيقاف الخسائر على المنطقة التي يتمكن فيها خط الإشارة من تجاوز القطبان من جديد 2- يمكن أن يتم وضع حد إيقاف الخسائر 3- يوضع حد إيقاف الخسائر بحيث تبدأ أسعاره متباعدة عن سعر الدخول بواقع 21 نقطة على أن لا تتجاوز 40 نقطة نقطة هامة دمج استراتيجية MACD المتطورة مع مؤشر القوة النسبية أو مؤشر Stochastic أم الشموع اليابانية يجعل الإشارات المرسلة من قبل هذه الاستراتيجية أكثر صحة وعدماد منصة MetaTrader نريد أن نلقي نظرة في هذا الإطار على منصة MetaTrader لكي نضرب لكم أمثالا حتى يتضح الأمر فيما يتعلق بفعالية استراتيجية MACD المتطورة على سبيل المثال توجد هناك صفقة تتعلق بتبادل زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي في إطار فترة ساعة واحدة ضمن أسواق Range حيث يمكن اكتشاف النقطة التي تدل على وقوع خط الإشارة أسفل القطبان كما يظهر هناك نموذج يمثل شمعة البلاع الصاعدة على اتجاه الأسعار مما يفسح المجال أمام المتداول للقيام بإصدار آوامر التداول المتعلقة بالشراء في هذه المنطقة يوجد هناك أيضا مثال آخر على الرسم البياني حيث يظهر لنا منطقة يتمكن فيها خط الإشارة من تجاوز القطبان باتجاه الأعلى كما نشاهد تكوين شمعة هابطة قوية مما يعطي الضوء الأخضر للمتداول بغية القيام بإبرام صفقة البيع هذا المثال يظهر لنا أيضا منطقة يستطيع فيها خط الإشارة من تجاوز القطبان لكن هذه المرة باتجاه الأسفل كما يتكون نموذج يمثل الشمعة الباردة أو شمعة الخط النافذ على اتجاه الأسعار مما يمكن المتداول من إبرام صفقة الشراء في هذه المنطقة توجد هناك أمثلة أخرى تشرح لنا بأنه عندما يستطيع خط الإشارة أن يفلت من الرقابة الصارمة التي تفرضها القطبان لكي يسود منطقة ما فسوف تتكون شموع أو نماذج قوية مما يمكن المتداول من إصدار أوامر التداول المطلوبة لديه للمزيد من المعلومات المطلوبة حول المواضيع المطروحة للنقاش ضمن هذه الحلقة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة